التفاصيل بقى فموجودة كلها عند الدكتور محمود شهين اللي منورنا على التليفون وهو مدير عام مركز التنبؤات والتحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية يا دكتور محمود صباحاً فل على حضرتك وأهلاً بيك معنا في عشر الصبح في الأهلي صباحاً فل على حضرتك أخبار حضرتك ايه كله تمام؟ أهلاً بحضرتك كل ما حسناً وحريك طيب وحريك بالصحة والسلامة كنت لسه بقول من شوية دكتور محمود أن الجو بدأ يحلو ده العنوان لكن التفاصيل بقى بتاعته عند حضرتك طبعاً بالفعل طبعاً الجو بدأ يحلو فعلاً بدأنا نودع تدريجياً فصل الصير بالارتفاعات الاشتديدة من درجات الحرارة اللي كنا بنشوفها في فترات الليل والارتفاعات الرهيبة في لسم الرطوبة اللي كنا بنستشعرها في فترات الليل طبعاً الحمد لله بدأ درجة الحرارة تنخفض خلال فترات النهار متوسط درجة الحرارة من 31 32 درجة على القاهرة والوجه البحري خلال الخمس ستة أيام القادمين تواحل الشمالية ما بين 29 و 30 درجة لسه طبعاً الجنوب مرتفعة في درجات الحرارة ولكن بايت أقل من الأربعين اللي كانت بتسجلها في الأيام الأخيرة وصلت إلى 37 و 38 درجة من محافظات جنوب مصر خاصة الجنوب الصعيف فطبعاً يعتبر هذه انخفاضات تدريجية في درجات الحرارة لحين دخلنا في الأجواء الخريطية إن شاء الله بشكل رسمي اعتبرت من يوم 23 بإذن الرحمن طبعاً إحنا دلوقتي في ناس في التوقيت ده بصفة خاصة بتبتدي تصيف يعني تستدى لما معظم المصطفين أو المصيفين يرجعوا من المحافظات السحلية ويلحقوا لهم هما ويك هند على الأقل هل من المتوقع أن يبقى فيه أي تغييرات مثلاً في الجو تستدعي أن هما يخدوا بالهم مثلاً في حالة الصفر في الصباح الباكر شبورة النوع ده من الأمور لا الحمد لله الأجواء مستقرة بشكل كبير شبورة خفيفة جداً على الطرق يعني ما تأثرش على حركة اكتفاعات الأموال أيضاً هادئة ما بين 1.5 إلى 2 متر في العمق وفي الطحن المتوسط أو في الطحن الأحمر أجواء مهيئة تماماً تسمح لكل السادة المواطنين بالإستمتاع بكافة السواطن لكن بس ناخد بالنا راجعة الحرارة هناك الفترات الليل متنخافت شوية نكونوا أخدين بالنا طبعاً عشان منصبش بنزلات برد لأنه هنبدأ نحس السرق كبير الفترة الليل جاية بين العظمى والصغرى ناخد بالنا شوية عشان منصبش بأي نزلات برد الفترة الليل وخصوصاً إن أي نزلت برد الوقت هي كورونا قد تكون كورونا مقنعمة محدش عارف صحيح طيب برضو يعني عايزين نعرف من حضرتك فيما يتعلق بمسألة تغير المناخ واللي بقينا كل اليوم والتاني نشوف له مظاهر مختلفة في دول مختلفة يعني سيول وفيضانات شهدناها في بعض الدول وخصوصاً دول الخليج في أوقات غريبة جداً من السنة هل مع بداية دخولنا في الأجواء الشتوية هل من المتوقع أن تستمر المظاهر تغير المناخ بشكل كبير مثلاً ممكن يبقى له أي مظهر من المظاهر موجودة عندنا في مصر هو وارد طبعاً حضرتك طبعاً أخبص مفيش مفاجآت للوقت تستخدم الجو كلنا خلاص بقنا نستنتج ونتوقع أن ممكن أي زواهر جوية حاد أو عديسة نتعرض لها أي دولة من الدول نتيجة هذه التغرات المناخية خاصة نحن ندخلين على فصل تقلبات جوية أصلاً في الفصل الخريف ده يستمر معنا ثلاث شهور من طبعاً 23 ديستمبر ويستمر معنا لغاية منتصر ديستمبر طبعاً الفترة دي بتكون هناك تقلبات جوية حادة وسريعة ودي سمع أساسية من ثمات فصل الخريف فممكن طبعاً أثناء هذه التقلبات تحدث في حالات أو نوبات تقسي جامحة نتيجة التغرات المناخية اللي بتأثر على مصر زي ما بتأثر على باقي الدول وطبعاً هنكون واخدين بنا كويس جداً الهيئة العامة على فصل الجوية نشارتها مهمة جداً طبعاً خلال الفترة دي متابعة المصرات الجوية شيء ضروري جداً خاصة للاستاذ المواطنين اللي بيخرجوا الصبح بدري لأعمالهم ونشاطتهم اليوم طيب هو برضو عايز أسر الحديد بشكل عام مش بتكلم بقى هنا على مصر بتكلم بصفة بصفة عامة طبعاً كلنا مدركين إن البشر هم اللي خرابوا الدنيا على الكوكب ونتج عن هذا الخراب أو التخريب التغير المناخي اللي حاصل بكل انعكاسات وطبعاً الغير طيبة بالمرة في الفترة الأخيرة بقت كتير من الدول بتونادي وتقيم فعاليات مؤتمرات مختلفة لمناقشة موضوع تغير المناخ ولا سيامة في مصر قريب جداً إن شاء الله وتحديداً في شرم الشيخ إلى أي درجة الجهود الدولية أو الجهود الدول العالم ماشية في سكة ممكن تصلح من الخراب اللي حصل ولا خلاص الكلام ده متأخر هو طبعاً الكلام متأخر بس واضح إن كل دول العالم بدأ استهتم بالسهرات المناخية وكلهم بدأوا يتبنوا الفكرة بالفعل بعد كم في دول عظمى تعترض على هذه الفكرة فمشاهزة تشارج أصلاً بأي نوع من أنواع المشتركة في الوقت العالم كل اتفق على قاعدة واحدة وعلى أن السهرات المناخية أصدرت بشكل رهيب بخسائل مادية في نتيحة على الدول العظمى وكلنا عارفين يعني إيه الدول العظمى تخسر خسائل مادية طبعاً 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 معناها كبير جداً يعني هيكون هم على رأس الاهتمام بهذا الموضوع بالإضافة إلى طبعاً الدول النامية أصدرت وتضررت لا وهم أبتدوا كمان يكوب نارها من جفاف أنهار من تساقط جبال ثليجية وذوبانها من حرائق غابات من مليون تفصيل الحياة استجدت عندهم كلنا عزيز تغيرات أثرت سلب المواحل الاقتصادية عندهم تضررت كبير خسائر مادية فارحة وبشرية أيضاً فالحمد لله ان شاء الله بإذن الله يعني متوقعاً في نجاح كبير جداً من تلكم 27 يا مساهل الحال ان شاء الله احنا شكرين لحضرتك وجودك معنا في حلقتنا النهاردة وصباح الفل على حضرتك ترجمة نانسي قنقر